موسيقى عقدت جمعية أضواء بمقر غرفة الصناعة والتجارة ندوة صحفية لتقديم مجموعة من المعطيات حول جائزة تنجل الإعلام في دورتها الأولى هذه الندوة الصحفية عرفت نقاش متميز للسادة رجال الإعلام لمختلف الأجناس ديالهم والمؤسسة الإعلامية ديالهم عطيناهم برنامج المسابقة وقدمنا لجنة التحكيم لكي ترأس السعب السلام الشعبوي ومعها طاقم إعلامي متميز هو الغزاوي عبد الحي الفاسي ومحمد الغون النقاش اليوم كان إيجابي علاش وكان قوي علاش لأن الفكرة جديدة وأول مرة في مدينة تنجل هذه قيمة مضافة تشجلت لفائدة جمعة الأضواء التي استغلت المناسبة واستغلت الحدث واستغلت اقتراب الإعلاميين المغاربية باحتفالهم اليوم العالمي للصحافة وتنظيم الجائزة الكبرى من طرف وزارة التصال وكانت المبادرة منهم مبادرة وأسميها مبادرة مغامرة يشكرون عليها أن الفكرة أن الإعلام في طنجة يتسمع ويبرز ويبان ويحتك فيما بينه يتكون بينه وبينه يعني تباري بطريقة حضارية بطريقة فيها نوع من التنازلات والإقناع حضر اللقاء إعلاميون ومهنيون بمجال الصحافة بالإضافة إلى عمدة المدينة وتهدف المسابقة إلى خلق منافسة بين المنابر الإعلامية ومواكبة التطور الإيجابي لمجال الإعلام الذي تشهده مدينة تنجة ترجمة نانسي قنقر